تحدث المجاهد صديق مسل رفيق درب الرئيس الراحل هواري بومدين عن يومياته وأهم قراراته التي كان يتخذها بمشورة الجميع حيث عرف ببساطته وتواضعه خلال مسيرته النضالية ميكروفون هشام شبير العلاقة كانت دائمة عند سواء مباشرة أو غير مباشرة كان الإنسان ما كانش يفكر أن ذاك يمكن أن يكون فيها علاقات مباشرة أو غير مباشرة أو تحكي حكيات أو تخارف لكن لهمنا هو أسميتني همنا هي تألك الوقت في الثورة الجزائرية وكانت الفترة بدأت الفترة المباحثات مع فرنسا عندما بدأت المباحثات مع فرنسا كاقتراح كان كوين لابوتو زيدي وين طلب من جميع المجاهدين سواء في الحدود الشرقية أو في الحدود المغربية لأي مجندي مهما يكون منصبه يعطي رأيه إيه رأيك في المحادثات أولا وإيه رأيك في الاستقلال الجزائرية ما بعد الحرب كما أضاف المجاهد صديق مسل بأن الرئيس الراحل هواري ممدين ترك وصية قبل وفاته لرئيس شادل بن جديد رحمه الله وقال بأن الجزائر والجزائرين أمانة يجب صونها وصيكم بالشعب الجزائر ووصيكم بالجزائريين وصيكم بالجزائر وصيكم بالفقراء والمساكين وصيكم بالمجاهدين الذين ضحوا من أجل الجزائر ووصيكم بأرامل الشهداء وأبناء الشهداء خلها كتابيا وسلمها إلى الشادل بن جديد رئيس رحمه الله شكرا